بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلي اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تابع هديه واستنى بسنته أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سيكون حديثنا عن الصيام جنة ما معنى كلمة الصيام جنة وكيف يكون الصيام جنة سواء كان هذا الأمر يتعلق بالدنيا أو بأمور الآخرة الصيام جنة هذا من بين الأحاديث النبوية التي ذكرها عليه الصلاة والسلام عن الصيام يكون الصيام جنة في الدنيا والآخرة ومعنى كلمة جنة بمعنى وقاية ووقاية الصوم في الدنيا وقاية للإنسان من الشيطان ووقاية للإنسان من النفس الأمارة بالسوء ووقاية الصيام للإنسان في الآخرة أنه يقل إنسان من شر يوم الحساب من النار من النيران وأن الله تعالى يرضى عن هذا الصائم وليكن غاضبا عليه إذن الصيام جنة في الدنيا وجنة في الآخرة وهذا ما دل عليه ما رواه النسائي وابن ماجا عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول الصوم جنة الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال ومعنى جنة من النار كجنة أحدكم من القتال لأن المقاتل في تلك الأزمنة كان يلبس الدرع حتى يقيه من ضربات السيوف أو من طعنات السيوف ومن ضربات أيضا السهام فكما يقي الدرع الإنسان من ضربات السيوف والسهام فالصوم أيضا شباهه النبي عليه الصلاة والسلام بالدروح فيقي الإنسان من وساوس الشيطان وسهام الشيطان المسمومة وكذلك من هذه النفس الأمر بالسوء إذن هذا عن الحديث كذلك جاء الحديث عند النساء والدارم عن أبي عبيد بن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة ما لم يخرقها قال الإمام الدارمي وخرقها بالغيبة بمعنى أن هذا الصيام وقاية للإنسان لكن بشرط أن لا يخرق هذا الإنسان هذه الجنة وخرقها يكون بفعل المعاصي لأن الصائم ينتفع بصومه ويكون هذا الصوم سببا في أن يغلب الشيطان وأن يغلب نفسه لكن إذا كان هذا الإنسان ملازما للمعاصي مرتكبا للكبائر فإنه يفسد صومه ولن ينفعه هذا الصوم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش كما جاء في الحديث إذن كان هذا عن معنى حديث الصيام جنة أي شيخ كيف يكون الصيام وقاية من الشيطان نعم كيف يكون الشيطان بعيدا من الإنسان وهو صائم وكيف يكون الصيام أيضا وقاية لهذا الإنسان من هذا الشيطان يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يلازم الإنسان في الليل والنهى وملازمة دائما مستمرة كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن صفية بنت حويي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أي يجري في عروقه فهو يوسوس له على الدوام لا يتركه أبدا ودائما يظله ما استطاع إلى ذلك سبيلا فالصائم إذا صام تضعف عنده القوى الشهوانية التي تدفعه إلى الشر لأن شدة الجوع وشدة العطش تجعله مهتما بما هو عليه لأن كثرة الأكل وكثرة الشرب وغير ذلك تجعل الإنسان أقرب إلى الرغبة في فعل الشهوات واتباع المنكرات ولذلك كلما كان الإنسان صائما كلما ضعف الشيطان بوسوسه مع هذا الإنسان وكذلك هناك ما يتعلق بهذا بالنفس الأمارة بالسوء من هنا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشباب مثلا بالزواج في حديثه المشهور لما قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من سطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بيستعم فإنه له وجاء وجاء بمعنى وقايا لأن الصيام يقي الإنسان من وساوسه ومن وساوس الشيطان وكذلك من إغراءات نفسه التي تأمره بالعسيان وتأمره بفعل ما لم يأمر به الله عز وجل نعم دكتور إذا كان مثلا تكلمنا أن الصيام وقايا للإنسان من الشيطان كيف للصيام أيضا أن يكون وقايا لنا من النار نعم كيف يكون الصيام وقايا لنا من النار لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا ووعده حق وصدق بأن من صام رمضان كما أمر الله عز وجل وقام الليالي رمضان أي في صالة التراويح يخرج من رمضان وقد غفرت ذنوبه والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يخبرنا بأن الحسنات تتضاعف وأن الذنوب تغفر وتمحى الذي تغفر ذنوبه وتمحى سيئاته وتزيد حسناته وترتفع درجاته هذا يكون قريبا من النار أو من الجنة لا شك أنه يكون قريبا من الجنة وبالتالي صيامه وحفاظه على عبادة الصوم جعلت منه إنسانا صالحا قريبا من جنة الله تعالى بعيدا من النار فهي أي عبادة الصيام قربته من الجنة فهو وقايا إذن من النار وهذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك الحديث رواه مسلم ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وكذلك من بين الأحاديث التي يجدر بنا أن نذكرها فيما يتعلق بوقاية الصيام لهذا الإنسان من النار وتقريب هذا الإنسان من جنة الله تعالى جنة الخلد هذا الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضروا المنبر أي دعا الصحابة إلى الحضور قريبين من المنبر لأنه سيحدثهم أحضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريلا عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت أي صعدت فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما أو أحدهما فلم يدخله الجنة فقلت آمين إذن هذا عن وقاية الصيام للإنسان في الدنيا من الشيطان ومن النفس الأمر بالسوء وفي الآخرة من النار ويبعده من النيران ويقربه من الجنان ومن ما قاله حكماؤنا وشعراؤنا في أقوالهم الجميلة الحسنة في موضوع رمضان وما يتعلق بمغفرة الظنوب وكذلك حماية الإنسان قول القائل ترحل الشهر وله فاه وانصرم واختص بالفوز بالجنات من خدم وأصبح الغافل المسكين المسكين منكسر مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرم ما فاته الزرع في وقت البذار فما من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم و الندم إذن هي التجارة رابحة لمن استغلها و التجارة خاسرة لمن ضيعها إذن كان هذا الحديث أو الكلام عن وقاية الصيام للإنسان من الشيطان الرجيم و من النفس كما قلنا في الدنيا و وقاية هذا الإنسان من يعني من النيران يوم القيامة أنا أريد بدوري أن أطرح سؤال وأطلب منه جوابا وهو بالنسبة للشياطين لما نقول أن الصيام يقل الإنسان من الشيطان في هذه الدنيا ما هو السر في تغلب الإنسان على الشيطان خلال رمضان و يكون الشيطان ضعيفا أمام هذا الصائم و هو يعبد الله تعالى خلال الصيام الحمد الحمد لله لهذا الشهر الفاضي وهي فرصة للعبادة و تجديد النية مع الله عز وجل نعم نحن أستاذ كما نعلم أن أعداء النفس ثلاثة شياطين الجن و شياطين الإنس و النفس الأمارة إلا إلا أنه في هذا الشهر خلص الله عز وجل من أعد أعداء الإنسان أنه هو شياطين للجن فيصفدهم الله عز وجل إذا دخل شهر رمضان يصفدهم بمعنى يربطون يقيدون نعم و قد جاء هذا في الحديث مزداقة لقوله صلى الله إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران و فتحت أبواب الجنان و صفدت الشياطين في هذه بشارة المسلم أن الشياطين تكون مصفدة مما يجعل مساوث الشيطان تكون قليلة و يبقى للنفس هواه و ذلك يسهل عليه بإذن الله و حتى لإتمام الفائدة نذكر الحديث أو من بين الأحاديث التي وردت في هذا المعنى ما رواه الترمذي و ابن ماجا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين و مرضت الجن و علقت أبواب النار فلم يفتح منها باب و فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب و ينادي مناد يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر و لله عتقاء من النار و ذلك كل ليلة كذلك يطرح هنا سؤال آخر إذا كانت الشياطين تصفد و تربط في رمضان لماذا نجد بعض الناس يرتكبون بعض الحماقات يقعون في بعض المحرمات و ربما يفعلون بعض المنكرات مع أن الشياطين قد صفدت كيف يكون الجو عن ذلك نعم فضيلة الأستاذ هذا هذا الظاهر فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صفدت الشياطين و كما هو معلوم أن الإنسان له عدو آخر ألا وهو النفس كما جاء في قوله تعالى و ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء يوسف عليه السلام فهذه النفس كذلك هي من أعداء الإنسان فالأمور التي تصدر من الصائم أثناء الصيام من أمور غير مرغوبة نقول أن هي من وساوس النفس الأمارة و لهذا قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعداء أعداء الإنسان هي النفس أعداء أعدائكم أعداء أعداء الإنسان أعداء أعداء الإنسان هي النفس التي بين جنبيه و كذلك نجد الشيخ البصير رحمه الله يقول و خالف النفس والشيطان و أعصهما فإن هما محضتك النصحة فالتهمي فخالف النفس و الشيطان تخالف الشيطان في رمضان تخالف إلا النفس فالشيطان مصفد بإذن الله و مع ذلك نقول ليس كل الشيطان تصفد لأن الحديث الذي ذكرناه قبل حين و صفدت الشيطان و مردت الجن و في رواية مردت الجن بدون عطف بالواب بمعنى ليس كل الشيطان تصفد بل هم المرد فقط أما صغار الشيطان لا تصفد و تبقى وساويس الشيطان موجودة و إن كانت قليلة و النفس الأمارة بالسوء و كذلك في الإنسان عادات من اكتسب عادات قبيحة و تبقى هذه العادة محكمة في نفسه و تدفعه إلى الشر و لهذا ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه و أن يصحح أخطائه و أن يقوم سلوكه من خلال اكتسب العادات الحسنة حتى يكتمل يعني صومه و بالتالي تكتمل العبادة و يكون قريب من قبول الله عز و جل لعبادته كذلك و نحن نتكلم عن رمضان و تفتح فيه بأبواب الجنان و تغلق بأبواب النيران ما هو معنى هذا الكلام يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني غلقت أبواب النار و فتح أبواب الجنة كيف يكون غلق الأبواب أو فتح الأبواب نعم تفضل الله بالحبيب شيخ كما ذكرنا أنه جاء في الحديث عن رسول الله إذا جاء رمضان غلقت أبواب النار و فتحت أبواب الجنة يعني أنه تضعف وساوي الشيطان و يكتر فيها الخير يكتر فيها البركة يكتر فيها الأرزاق فالإنسان المسلم والمؤمن العاقل يغترم هذه الفرص فيجد أنه يعني الحسنات تكون كثيرة الحسنات تكون كثيرة فتكتر البركة تكتر الخيرات يكتر الإنسان المسلم يزداد خيره وبالتالي يزداد أجره و من زاد أجره و ارتفعت درجته و قلت سيئاته فإن أبواب الجنة مفتوحة بين يديه و أن أبواب النار مغلوقة يعني أمامه إذن معنى فتحت أبواب الجنة و أغلقت أبواب النار الحديث كما رأى البخاري و المسلم عن أبي هريرة رضي الله و عنه أن رسول الله صلى الله و سلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب النار و صف ذات الشياطين إذن هل الفتح و الغلق حقيقي أو مجازي مجازي و حقيقي يعني لا منع أن الله تعالى يأمر ملائكته بفتح أبواب الجنة في شهر رمضان و غلق أبواب النار في شهر رمضان هذا الفتح أو الغلق الحقيقي المعنى المجازي أن هذا الإنسان ما دام حي في هذه الدنيا فإن أسباب الخير كثيرة يتنافس المسلم و هو الصائم في سبول الخيرات و بالتالي تكون الرحمة أمامه يعني أو من صدقة أو من سيلة رحم أو كما قلنا زيارة مريض أو شهود صالة الجنازة محافظة على الصلوات الخمس و الذكر و الدعاء و غير ذلك من الأعمال إذن هذه الفعل هذه الخيرات الكثيرة تكون سببا في أن أبواب الجنة أمام الإنسان مفتوحة تفتح أمامه إذن كما قال أحد الشعراء وهو يتكلم عن رمضان إذا رمضان أتى مقبلا فبالخير يستقبل لعلك تخطئه قابلا و تأتي بعذر فلا يقبل لأن الإنسان لا يدري هل سيعيش إلى عام قابل فينبغي إذا دخل عليه رمضان أن يستغله استغلالا حسنا و أن يبذل قصار جهده في استثمار شهر رمضان و أوقات رمضان في الليل أو في النهر و هناك منحة يعطيها الله تعالى و في آخر الشهر من يذكر لنا هذه المنحة التي يقدمها الله تعالى في آخر شهر رمضان للصائمين تفضلي صباح نعم يقدم الله عز وجل في آخر شهر رمضان كهدية أو منحة عظيمة للمسلم بعد انتهاء هذا الشهر ألا وهي العثق من النار و قد جاء هذا كبشارة للمسلمين الصائمين في قوله صلى الله عليه وسلم فيما معنى أوله أوله و رحمة و أوسطه مغفرة و آخره عثق من النار و بهذا يتكون كعطية و منحة عظيمة للمسلم في نهاية الشهر نعم و هذا ما جاء به الأحاديث الكثيرة و من بين هذا الأحاديث ندخل ما رواه ابن ماجا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء و ذلك في كل ليلة في حديث آخر رواه أحمد و الطبران عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله وسلم قال إن لله عتقاء عند كل فطر يعني كل ما أتممنا الصيام في آخر اليوم أو في آخر الشهر فإن الله تعالى يعتق رقاب الصائمين من النار و معنى يعتق رقاب الصائمين بمعنى أن هذا الإنسان الذي صام رمضان حتى أكمله إلى آخر الشهر قد قابل الله عمله و كذلك غافر ذنبه لأنه وعدنا من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و بالتالي صار من عتاق النار و لكن العتق من النار يتطلب مننا شيء مهم و هو الجهد بذل الجهد و كذلك أننا بعد رمضان هل نواصل أو ننقطع لأن الاستمرارية ضرورية نبقى شيخ ربانيين لا نعبد رمضان فمن كان كما يقول يعبد رمضان فإن رمضان سيفوت و يمر أما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعبده و لأن الله تعالى الذي خلق الشهور و خلق الأمكن و الأزمنة لا يعبده في شهر واحد و في وقت واحد أو في مكان واحد و إنما يعبده على مدار السنة في جميع الشهور و في جميع الأماكن و هنا نذكر الحديث المشهور الذي رواه أبو ذروة معاذ بن جبل رضي الله و عنهما أن النبي صلى الله و سلم قال اتق الله حيث حيث ما كنت حيث ما كنت يعني في الزمان أو المكان كنت في الصغر كنت في الكبر في سن الشباب في سن الشيخوها كنت في حالة المرض كنت في حالة الصحة كنت في حالة الفقر كنت في حالة الغنى حيث ما كنت أيضا بالنسبة باعتبار المكان كنت في بيتك وحدك كنت أمام الناس في الشارع داخل المسجد خارج المسجد في أي مكان اتق الله حيثما كنت إذا بقينا على هذا المنوال وهو أن نحافظ على أخلاق رمضان وبالتالي أخلاق الصائم في رمضان وحافظنا على الطاعات التي كنا نقبل عليها باستمارة في رمضان واستمر بنا الحال بعد رمضان هكذا نكون قد أخذنا بهذه المنحة الربانية والجائزة العظمى التي تعطى للصائم وهي أن يعتق من النار أن يكون من عتق النار إضافة إلى هذا دكتور إضافة إلى العتق من النار هناك بشار عظيمة أخرى هو أن تحل لنا الشفاعة يوم القيامة فيما روى النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والصيام يأتيان شفيعان للإنسان وللعبد يوم القيامة إضافة إلى العتق من النار هناك الشفاعة وهذا ما أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء في مسند أحمد ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان إذن القرآن والصيام والصيام يشفعان للإنسان يوم القيامة وشهر رمضان هو شهر الصيام وشهر القرآن لأن الإنسان يصوم نهاره ويقوم ليله وقيام الليل بمعنى أن يقرأ القرآن الكريم كما يقرأ القرآن في أطراف النهار أيضا خلال أوقات الفراغ ينبغي أن يخصص جزءا من القرآن لقراءة جزء من القرآن يخصص وقتا ويجعل نفسه وردا يوميا لقراءة القرآن الكريم لأن أعظم عبادة في رمضان هي قراءة القرآن بعد الصيام والمحافظة على الصلوات المفروضات إذن كان هذا عن الصيام جنة كما قال عليه الصلاة والسلام فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ عباداتنا وأن يجعلنا من المقبولين عنده ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة